أول نوع من هذه البيانات المالية اسمه بيان الأرباح والخسائر طبعا قبل ما نبدأ ببيان الأرباح والخسائر وبيانات المالية سنقسمها إلى ثلاث قوائم مالية رئيسية القائمة المالية الأولى هي قائمة الدخل أو بيان الأرباح والخسائر طبعا كلها مسميات مترادفة القائمة الثانية الميزانية ما كان يسمى بالميزانية الآن درجة على تسميتها حسب المعايير الآن بقائمة المركز المالي القائمة الثالثة قائمة التدفقات النقدية قد يكون على بعض هذه المساميات بشكل عام كأننا نتكلم بلغة من خارج هذا الكوكب ولكن الآن إحنا موجودين عشان نحكي بتفاصيل كل قائمة من هذه القوائم رح تكتشفوا قديش فهم هذه المعلومات والبيانات المالية هي عملية بسيطة ولكن تحتاج إلى نوع من التركيز أول نوع قائمة الدخل أو بيان الأرباح والخسائر هاي القائمة زي ما حكينا يتم إصدارها بشكل ربع سنوي نصف سنوي أو سنوي للجمهور وحكينا أنواع الجمهور حكينا عن المساهمين المودعين الموظفين وحتى الحكومة والكثير من الفئات التي ستستفيد من هذه البيانات المالية إذن هذا البيان إذا حكينا ربعي معناه لهو يغطي الفترة من 1-1 إلى 31-3 من 1-4 إلى 30-6 هذا يمثل الربع الثاني من 1-7 إلى 30-9 هو الربع الثالث والربع الأخير أو الربع الرابع رح يكون من 1-10 إلى 31-12 من كل عام إذن قائمة الدخل تغطي الفترة معينة وبتحكي عن قصة مسيرة وأداء الشركة في هذه الفترة هل هي ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عام فيما يتعلق في مبيعاتها في كم مبيعات الشركة في هذه الفترة كم حجم إراداتها طبعا معبر عنها بعملة البلد فإذا كانت الشركة تعمل في أمريكا سيكون معبر عنها بدولار الأمريكي بالأردن بالدينال الأردني وهكذا هذه المبيعات سيطرح منها مصاريف ما هي مصاريف الشركة؟ ما هي كما تكلمنا كلف شراء البضاعة التي تم بيعها؟ ما هي رواتب الموظفين والعاملين في هذه الشركة؟ ما هي مصاريف الكهرباء وعملات البائعين؟ ما هي المصاريف الخاصة بالدعاية والإعلان؟ ما هي المصاريف الخاصة بالتمويل التي حصلت عليه الشركة لتمويل عملياتها؟ فعند حصول الشركة على تمويل بقروض معينة ستدفع فوائد للبنوك التي تقترض منها ستدفع فائدة هذه الفألة تعتبر مصروف فالإرادات التي تم تحقيقها تعتبر أرقام موجبة سنقوم بطرح الأرقام السالبة التي تعبر عنها المصاريف التي تكلمنا عنها من ضمنها كلف مشتريات البضائع التي تم بيعها والتي ندرج على تسميتها بكلفة المبيعات هذه المصاريف التي تم طرحها يخرج لدينا بالأخير بند يسمى صافي الربح فإذا كانت الإرادات أعلى من المصاريف فإن الرقم سيصبح معنا موجب وبالتالي سيكون ربح وإذا كانت المبيعات أولي أرادات لا تغطي هذه المصاريفة كلها في المبيعات فإن الرقم سيكون سالب وبالتالي ستحقق الشركة خسارة خسارة عن هذه الفترة إذا مهمة الشركة أن تقوم بالبحث في أسباب هذه الخسائر هل هو انخفاض في الطلب على المنتجات التي تعمل بهذه الشركة هل هناك وجود لمنافسين جدد هل هناك ضعف في تنافس الشركة هل هناك مصاريف غير مبررة يمكن تجنبها في المستقبل هنا حتى يتم إدارة بند الخسارة في المستقبل حتى لا يتكرر ذلك في المستقبل فيما يتعلق في الربح يجب أن هناك يكون عملية تقييم لهذا الربح بحيث نضمن استمرارية هذا الربح وأن لا ينقطع عن الشركة في المدى المتوسط وطويل الأجل هذه قائمة الدخل هو الرقم الذي نخرج به في نهاية القائمة كان صافي ربح أو صافي خسارة هو ما سيتم تحميله على الميزانية أو قائمة المركز المالي وهذا هو موضوعنا التالي نكمل مع بعض قائمة الدخل ندخل بتفاصيلها أكتر قائمة الدخل طبعا يتم إصدارها من قبل البنوك الشركات الصناعية الشركات التجارية الشركات الخدمية الشركات العابرة للقارات بغض النظر عن القطاعات التي تعمل بها الجميع يجب أن يصدر هذه القوائم التي تسمى قوائم دخل وزي ما حكينا أن قائمة الدخل هي عبارة عن قائمة تعبر عن أداء أي شركة لفترة زمنية معينة الآن حكينا عن الإرادات والمبيعات إذن ما الفرق بين الإرادات والمبيعات الإرادات عندما تقوم الشركة بتقديم خدمات وليس منتجات ملموسة عندما تقدم خدمة أو منتج غير ملموس مثل خدمة تعليم أو خدمة صيانة معينة لمنتج معين أو خدمة تأجير أو خدمة أي شيء غير ملموس خدمات طبية، خدمات صحية، خدمات تعليمية كل ذلك تسمى إرادات ولكن في المقابل عندما تقوم الشركة ببيع منتجات ملموسة حقيقية يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر من قبل العميل أو زبون هنا نقوم بتسميتها بالمبيعات ولكن الاثنين مترادفين فما رح نعلق كثير على المسميات بهم لنعرف أن المبيعات والإرادات هما مترادفين الإرادات والمبيعات قد يكون مبيعات وإرادات نقدية أي قامت الشركة بتقديم الخدمة أو بيع المنتج والتحصيل مباشرة من العملاء أي تحصيل نقدي مباشرة مقابل تقديم هذه الخدمة أو بيع هذه السلعة أو المنتج أو قد تكون هذه المبيعات أو الخدمات هي مقابل مبيعات أو إرادات بالآجر أي أننا كشركة نقدم هذه الخدمة أو نبيع هذه المنتجات ولكن عملية تزديد قيمة السلعة أو البضاعة أو الخدمة التي تم تقديمها هي آجرة قد تكون بعد 30 يوم، بعد 15 يوم، أو 45 يوم، شهر شهرين، 90 يوم، سنة أو حسب الاتفاق حسب نوع المنتج، حسب نوع القطاع التي تعمل فيه الشركة وبناء عليه يتم التزديد بالطريقة التي تم ذكها سابقا الآن هذا يتعلق بالإرادات هذه الإرادات قد يكون هناك بعض المردودات قد نذهب إلى مول أو هايبر ماركت نشتري قطعة معينة مع حقية أن نرجع هذه القطعة أو المنتج بعد أسبوع فتقوم الشركة بأخذ مخصصات كما يعرف بالمخصصات إذا كانت مبيعات هذا المول على سبيل المثال 10 مليون دينار يتم أخذ مخصص 100 ألف دينار إذن 100 ألف دينار تمثل 1% من هذه المبيعات هذه تمثل مردودات لهذه المبيعات يقوم الزبائن بإعادتها خلال هذه الفترة المتوقعة أو قد يكون هناك خصومات على هذه المبيعات تعتبر مقدمة لهائلاء الزبائن بحيث يتم عمل خصم على قيمة المبيعات الإجمالية التي نقومون به في المقابل هناك البنود الأخرى التي سنتم طرحها من المبيعات التي قلنا أننا سنقوم بإظهارها بالصافي صافي المبيعات والإيرادات إذن نقوم بطرح كلفة تقديم هذه الخدمات فإذا أخذنا على سبيل المثال شركة اتصالات تقوم بخدمة تقديم الاتصالات هناك كلفة لتقديم خدمة الاتصالات من عمليات مصاريف لتقديم هذه الخدمة سنقوم ببحثها لاحقا في الوحدة الثانية عندما نقوم بتعريف بعض البنود الأخرى مثل الاستهلاكات فعلى سبيل المثال كلفة تقديم خدمة شركة الاتصالات تتضمن استهلاك الأبراج أبراج الاتصالات البرج له كلفة معينة يتم استهلاك قيمته ويعتبر مصروف هذه الفترة الزمنية الآن المصاريف الأخرى هناك مصاريف الكهرباء توليد الطاقة المياه الموظفين وأرواتبهم المراقبين على خطوط الإنتاج مدراء الإنتاج مدراء الخدمات مدراء مراكز الصيانة على سبيل المثال نذهب لصيانة سيارتنا هي في مركز خدمة صيانة سيكون هناك المراقب المدير سيكون المشغل الذي يقوم بالعمل المباشر على تصليح السيارة وصيانتها هذه كلها تعتبر مصاريف لهذه الشركة أو وكالة السيارات في هذا المثال لذا سنقوم بأخذ كل هذه المصاريف وتخفيضها من قبل الإيرادات إذن كل أنواع هذه المصاريف مثل ما تحدثنا إذا قامت الإيرادات والمبيعات بتغطيتها ينتجع هنا ونحقق الغاية ونحقق صافر به أما إذا لم يتم تغطية هذه الإيرادات لكافة المصاريف المتنوعة الموجودة في هذه الشركة في أن الشركة ستحقق بما أسميناه صافي الخسارة هذا بالإجمال وبالملخص قائمة الدخل طبعا هناك بعض أنواع من الشركات ذكرناها عابرة القارات هذه الشركات تكون لديها شركات تابعة هذه الشركات شركة موجودة على سبيل المثال في الأردن تقوم بالاستحواذ أو شراء السهم شركة أخرى تعمل في نفس مجالها وعلى سبيل المثال موجودة في دولة عربية أو أجنبية أخرى وبالتالي عندما نقوم بإظهار قائمة الدخل للشركة نقوم بإظهار قائمة الدخل للشركة الأردنية باعتبارها الشركة الأم أو الشركة الرئيسية ونقوم بإظهار إيرادات الشركات التابعة الأخرى تحت ما يسمى بالإيرادات الموحدة أو المبيعات الموحدة ويتم طرح المصاريف وكلف المبيعات الموحدة للوصول إلى صافي الربح أو الخسارة الموحدة موضوعنا التالي سيكون الميزانية أو قائمة المركز المالي شكرا